دعم قدرات البرلمان الموريتاني ليؤدي دوره الرقابي والتشريعي سيتم من خلال مشروع الأمم المتحدة للتنمية وبدعم وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بينما تتولى الجمعية الوطنية تنفيذ المشروع فيما يخص القرفتين المشكلتين للبرلمان ويهدف الدعم إلى تعزيز القدرات في مجال الميزانية والرقابة من خلال تكوين البرلمانيين في مجال التشريع والرقابة ودعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وتعزيز مراكز التوذيق وتكوين المتعاونين البرلمانيين وتنظيم الرحلات الدراسية كما يهدف الدعم من جانب آخر إلى تحيين استراتيجية التنمية البرلمانية والمصادقة على خطة عملها للفترة الممتدة ما بين 2015-2017 وإضافة لإنشاء أجهزة إعلام واتصال تمكن البرلمانيين من الحصول على المعلومات التي تتيح لهم الشفافية تجاه المواطن في التعبير عما توصلوا إليه عبر الأداء الرقابي ويتطرق الدعم أيضا لعلاقة العمل البرلماني بوسائل الإعلام لتشكل حرية واستقلال وسائل الإعلام إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي وأحد شروط الاستقرار السياسي ولكي تسير وسائل الإعلام بطريقة اعتيادية يجب على الصحفيين التحلي بروح المسؤولية وهما لم يتم حسب هذه الرؤية إلا عن طريق مزيد من التكوين والتثقيف المهني لامتلاك أداء أفضل ويقترح تصور الدعم البرلماني بهذا الخصوص تنظيم ورشات تكوين لصالح وسائل الإعلام حول العمل البرلماني سعيا إلى تعزيز شفافية العمل البرلماني ومهنية وسائل الإعلام أثناء تعاطيها مع النواب والشيوخ خلال تغطية هذا العمل ترجمة نانسي قنقر